مع كل إعلان لقائمة المنتخب مصر أو أي منتخب في العالم بتصار حالة من الجدل حول أسماء كان من المفترض أنها تبقى موجود في القائمة من من الأسماء كنت شايفه لعب جيد لعب ممكن يضيف للقائمة ولكن العدد لم يكن يسمح بانضمامه للقائمة في الحقيقة منذ أبريل وإحنا بنعمل وبندرب ونختار من بين 40 أو 50 لعب ولكن في اللحظة الحالية فقط نستطيع اختيار 18 لعب للقائمة للمشاركة في البطولة وكذلك هناك لعبين مصابين ولهذا أظن أنه يجب دائما العمل مع أكثر من لعب مع لعبين كثر لتفادي نقص اللعبين في حالات الإصابات سيكون هناك مبدئيا 18 لعب ولكن يمكن إدخال 5 لعبين أخرين خلال البطولة الفريق منفتح لضم لعبين آخرين وسنشاهد الأداء ولنرى إن كان هناك إصابات فسنضطر لتضمين لعبين آخرين في القائمة لا يقلقني ضم لعبين شبان أو صعيدين في القائمة أو كذلك حتى لعبين قدامة الأهم هو الأداء داخل الفريق وأداء الفريق بوجه عام هل القائمة اللي اخترتها لي مع أسكر الدينمارك أو السفر للدينمارك هي القائمة اللي هتكون موجودة في كأس الأهم الأفريقية؟ نعم مبدئيا نعم ولكن لنرى لاحقا إذا كان لدينا إصابات أو تبديلات اضطرارية أو قد يرى طبيب الفريق أن بعض اللاعب ما ربما يجب تأخير ضمه للقائمة أو الاعتماد عليه في التشكيل وكذلك ضم لعب آخر في الوقت الحالي فمبدئيا هؤلاء هم 18 لعب اللي اخترناهم ولكن نظريا الفريق منفتح لضم لعبين آخرين فقد كنا نعمل مع 20 لعب أو حتى 24 لعب هل لسه عندك أمل أن حسن قداح ممكن يلحق البطولة ولا هيبقى فيه شعوبة في الأمر؟ الأمر لا يعتمد على جانب فني هو جانب طبي أو الرأي النهائي هو رأي طبي إذا لم يكتمل تعافي اللاعب فلا أستطيع ضمه في القائمة فدخول اللاعب للقائمة يعني قدرته على ممارسة التمرين بشكل منتظم شأنه كشأن سائر اللاعبين في الفريق وكذلك تقديم أداء جيد وعلى أساسه يمكن أن نقرر إذا كان موجود أو غير موجود